بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم إن شاء الله بإذن الله رح نحل سويا اختبار منتصف الفصل لدينا بعض الأسئلة من اختبار منتصف الفصل نريد حلها سويا نستعد عزيزي الطالب عزيزة الطالبة فتح الدفتر وأحضر القلم ونحل سويا هذا الاختبار استعمل خاصية التوزيع في إعادة كتابة كل عبارة مما يأتي ثلاثة مضربة في سين زائدا اثنين كيف رح نكتبها العبارة باستعمال خاصية التوزيع من يستطيع منكم كتابتها سريعا أحسنتم ممتاز رائع ثلاثة رح نوزعها داخل القوسة رح تكون تساوي ثلاثة سين زائد ثلاثة في اثنين يعني تساوي ثلاثة سين زائدا ستة ذلك نكون استعملنا خاصية التوزيع سالب اثنين مضربة في ألف ناقصا ثلاثة أحسنتم ممتاز ماذا سنعمل راح ماذا ستساوي أحسنتم سالب اثنين ألف مضربة في طبعا الآن لدينا لو وضعنا زائد ثم فتحنا قوس رح نضرب سالب اثنين في سالب ثلاثة هذا الحد الثاني الحد الأول اللي هو سالب اثنين ضربناها في ألف ثم سالب اثنين رح نضربها في سالب ثلاثة رح نضع جمع بين الحدين ونشوف الإشارة اللي بتطلع لي من الحد الثاني طبعا إذا كانت هنا لدينا موجب الإشارة إذا صارت موجبة هنا ستظل الموجب كما هي والإشارة إذا صارت سالبة بتتغير الموجب اللي في الوسط بتصير سالب يعني الحد الثاني إذا كان بين الحدين موجب إشارة الحد الثاني هي التي سوف تغير إذا كان موجب إذا طلع لي في الحد الثاني سالب ستتغير هذه الموجب طيب رح يساوي سالب اثنين ألف زائد سالب اثنين في سالب ثلاثة موجب ستة إذا طبعا هنا موجب ضرب موجب رح يعطينا موجب يعني سالب اثنين ألف زائد ستة وذلك نكون استعملنا خاصية التوزيع بسط كل العبارة مما يأتي ماذا تلاحظون هنا؟ أحسنتم يعني لو لاحظتوا هنا العبارة كانت سالب اثنين خارج القوس وزعناها على اللي داخل القوس صارت عندي حدين بهذا الشكل الآن العكس العبارة مكتوبة بهذا الشكل نريد تبسيطها نريد نكتبها في أبسط صورة ما المشترك هنا بين الحدين؟ الحد الأول والثاني ما العامل المشترك هنا؟ ماذا تلاحظوا؟ من اللي تكرر في الحد الأول والثاني؟ الألف ممتاز هي التي سوف تظهر في الخارج ليس شرطا يكون براء القوس عددا قد يكون زي هنا مجهول أو متغير طيب لو قسمنا الطرف الأول على ألف ألف رح تروح مع ألف يتبقى كم؟ اثنين ناقص طبعا الإشارة أنزل مثل ما هي نفس الشيء رح نسويه على الحد الثاني قسمنا الحد الأول على ألف رح نقسم الحد الثاني على ألف ألف تقسيم ألف واحد ثلاثة عشر في واحد ثلاثة عشر يساوي ألف مضروبة فيه اثنين ناقصا ثلاثة عشر الثلاثة عشر أكبر من الاثنين إشارتها سالبة معنات الناتج سالب نطرح الآن ثلاثة عشر نطرح منها ثنين رح يعطينا إحدى عشر إذن صار عندنا ألف مضروبة في سالب إحدى عشر يعني رح تساوي كم؟ سالب إحدى عشر ألف ممتاز طبعا ممكن نحلها مباشرة نقول ثنين ألف ناقص ثلاثة عشر ألف حدين متشابهين ثنين ألف مطروحا منه ثلاثة عشر ألف رح نطرح ثنين نطرح منها ثلاثة عشر ثلاثة عشر هي الكبيرة يعني الناتج إشارتها سالبة الناتج هنا إشارتها سالبة وثلاثة عشر نطرح منها ثنين رح يعطينا إحدى عشر 11 ماذا؟ ألف هي شبيهة لو قلنا مثلا 2 سين زائد 30 نحن قلنا سابقا لما نقول مثلا عندي كتابين زائد 3 كتب لماذا نقولها بهذا الشكل؟ نقول 5 كتب مباشرة نفس الشيء هنا 2 ألف ناقص 13 ألف حدين متشابهين نطرح نجري العملية الحسابية على المعاملات و ألف تنزل مثل ما هي أو ممكن أننا نفصلها بهذا الشكل أيضا بسط 6 باء زائد 5 ناقص 6 باء أين الحدود المتشابهة؟ حسنتم رائع اللي هو من؟ 6 باء ناقص 6 باء رح نضعها بجانب بعض زائدا من؟ زائدا 5 طبعا العبارة تساوي 6 باء ناقصا 6 باء كم؟ أحسنتم صفر 6 ناقص 6 صفر مضرب في باء صفر زائدا 5 كم رح يعطينا الناتج؟ صفر زائد 5 رح يساوي 5 لاحظوا كيف بسطنا العبارة بدل ما اكتبناها قيمتها كم؟ 5 فقط لأن 6 باء مطروحا منها 6 باء تبقى فقط الخمسة عين الحدود والحدود المتشابهة والمعاملات والثوابت في العبارة؟ أين الحدود؟ هذا الحد الأول 5 الحدود رح نكتبها 5 و سالب 4 سين و سين و سالب 3 هذه الحدود التي لدينا أين الحدود المتشابهة؟ الحدود المتشابهة؟ طبعا يا تكون أعداد مثل 5 مع سالب 3 حسنتم 5 و سالب 3 أيضا من؟ اللي هو سالب 4 مع سين هذه الحدين متشابهين وهنا عندنا حدين متشابهين اللي هو سالب 4 سين و سين أين المعاملات؟ المعاملات أين أجدها؟ رائع هي الأعداد المضروبة في المتغير العدد المضروب في المتغير إذن المعاملات ماذا تساوي؟ عندنا هنا سالب 4 سين يعني سالب 4 و عندنا هنا سين يعني 1 هذه المعاملات أين الثوابت؟ طيب إذا كانت فقط أخذنا المعاملات من 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 العدد المضروب في السين خمسة و سالب ثلاثة وش سميناهم؟ أحسنتم سميناهم ثوابت إذن الثوابت اللي هي خمسة و سالب ثلاثة طبعا العبارة هذه فيها حدود متشابهة مثل ما لاحظنا نستطيع تبسيطها وكتابتها في أبسط صورة حل كل معادلة فيما يأتي ثم تحقق من صحة الحل ماذا أسمينا هذه المعادلة؟ رائع معادلة ذات خطوتين المتغير في جهة واحدة فقط أو في طرف واحد فقط مضروبا في ثلث ثم مجموعا عليه اثنين أو العكس مضروبا في ثلث ثم مجموعا عليه اثنين خطوتين تمت خلالها هذه المعادلة كيف نحلها؟ ما رأيكم؟ شو الطريقة الصحيحة لحلها؟ أحسنتم؟ ممتاز أول شيء رح نتخلص من السالب اثنين اللي مجموع مع المتغير في الطرف الأيسر طيب للطرفين طبعا 11 ناقصا اثنين تسعة تساوي ثلث ألف أريد ألف فقط كيف أتخلص من الثلث؟ هل أقسم على ثلاثة؟ هل ثلث أقسم على ثلاثة؟ خطأ ثلاثة نقسم على ثلاثة طيب ثلث نضرب في مقلوب الثلث اللي هو من؟ رح أضرب في مقلوب الثلث اللي هو ثلاثة لن نقسم على ثلاثة إنما هنا سوف نضرب في ثلاثة طبعا لكل الطرفين ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد تبقى لدينا ألف ماذا يساوي؟ ثلاثة في تسعة سبعة وعشرون وبذلك نكون حلينا المعادلة نتحقق من صحة الحل نكتب المعادلة الأصلية 11 يساوي ثلث ألف زائداً اثنين إذا شلنا ألف وحطينا بدالها سبعة وعشرون هل سوف يتساوي الطرفين؟ أم لا؟ ما رأيكم؟ هل سوف يتساوي الطرفين هنا؟ نحسب 11 طبعا رح تنزل هل تساوي ثلث في سبعة وعشرون؟ نضرب البسط في البسط والمقام في المقام واحد في سبعة وعشرون سبعة وعشرون على ثلاثة في واحد ثلاثة زائداً اثنين إذن 11 هل تساوي سبعة وعشرون تقسيم ثلاثة؟ كم؟ أحسنتم تسعة زائداً اثنين 11 هل تساوي 11؟ نعم إذن حلنا صحيح قيمة ألف سبعة وعشرون أيضاً حل المعادلة ثم تحقق من صحة الحل معادلة ذات خطوتين رائع أول شيء رح نجمع سبعة للطرفين عشان هنا سالبة معكوسها موجب أيضاً في الطرف الثاني رح نجمع سبعة ماذا يتبقى في الطرف الأول؟ رح تبقى طبعاً هنا سالب زائد موجب من الأكبر 15 أو 7؟ 15 إشارتها سالبة هي التي سوف تظهر 15 ثم نطرح منها سبعة كم؟ ثمانية ممتاز يساوي طبعاً هنا سالب سبعة راحت مع موجب سبعة تبقى كم؟ سالب ياء لأن صفر ناقص ياء سالب ياء الآن هل أوجدنا قيمة ياء؟ هل قيمة ياء تساوي سالب ثمانية؟ خطأ سالب ياء بسالب ثمانية طيب شنسوي عشان نتخلص من السالب؟ ياء نقسم على سالب واحد أو نضرب في سالب واحد لأن الواحد معكوسة هو واحد فكلتا هنا الواحد فقط اللي له هذه الميزة ممكن هنا نقول بالضرب في سالب واحد للطرفين طبعاً هنا سالب ياء في سالب واحد رح يعطينا ياء يساوي سالب في سالب موجب وواحد في ثمانية ثمانية إذن ياء تساوي ثمانية إذا كان سالب ياء يساوي سالب ثمانية معنات أن ياء تساوي ثمانية نتحقق من صحة الحل نكتب المعادلة الأصلية أحسنتم سالب خمسة عشر تساوي سالب سبعة ناقصاً ياء نشيل ياء نحط بدالها من؟ أحسنتم رح نشيل ياء ونحط بدالها ثمانية نشوف هل سالب خمسة عشر يساوي سالب سبعة ناقص نشيل ياء نحط بدالها ثمانية هل سالب خمسة عشر يساوي نحط علامة استفهام عند اليساوي نسأل أنفسنا سالب سبعة ناقص ثمانية سالب خمسة عشر تساوي الطرفين؟ نعم إذن حلنا صحيح لدينا هنا حول كل جملة فيما يأتي إلى معادلة ثم حلها يزيد العدد تسعة على ناتج قسمة عدد على ثلاثة بمقدار أربعة عشر يزيد العدد تسعة يزيد العدد تسعة على ناتج قسمة عدد لو سمينا العدد مثلاً نون ناتج قسمة عدد نون على ثلاثة بمقدار أربعة عشر قسمة عدد على ثلاثة زائداً أربعة عشر يساوي من؟ يساوي تسعة ممتاز قلنا هنا يزيد العدد تسعة على نحط يساوي إذن نكتب تسعة يساوي ماذا؟ ناتج قسمة عدد على ثلاثة عدد على ثلاثة هنا فيه كلمة يزيد يعني زائد بمقدار أربعة عشر يعني أربعة عشر نحل المعادلة سريعاً أول شيء رح نطرح ممتاز أربعة عشر من الطرفين عشان ليه؟ لماذا؟ ليه يتبقى المجهول بمفرده رح أطرح من هنا أيضاً أربعة عشر تسعة ناقصاً أربعة عشر الأربعة عشر أكبر من التسعة معنات أن الناتج رح يصير سالب أربعة عشر نطرح منها تسعة رح يكون الناتج خمسة يساوي نون على ثلاثة أريد نون فقط نون مقسومة على ثلاثة إذن أحسنتم أضرب فيه ثلاثة للطرفين هنا ثلاثة رح تروح مع ثلاثة يتبقى نون فقط تساوي هنا طبعاً موجبه ثلاثة في سالب موجب في سالب سالب ثلاثة في خمسة خمسة عشر إذن نون قيمتها سالب خمسة عشر هل حلنا صحيح؟ لو تحققنا من صحة الحل تحقق عزيزي الطالب عزيزي الطالبة من صحة الحل الآن سالب خمسة عشر إذا قسمتها على ثلاثة كم رح يعطيني؟ رح يعطيني سالب خمسة هل التسعة تزيد عن سالب خمسة بمقدار أربعة عشر؟ هل التسعة تزيد عن سالب خمسة بمقدار أربعة عشر؟ نشوف سالب خمسة زائد أربعة عشر تسعة إذن حلنا صحيح أيضا ناتج قسمة عدد ما على سالب سبعة مطروحا منه أربعة يساوي لقينا كلمة يساوي إذن اللي قبلها الطرف الأيمن واللي بعدها الطرف الأيسر ناتج قسمة عدد ما على سالب سبعة مثلا سين على سالب سبعة مطروحا ناقص أربعة يساوي سالب إحدى عشر هذه المعادلة نريد منك حلها عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أيضا الفرق بين عشرة وثلاثة أمثال عدد ما يساوي سهل جدا بحكم وجود كلمة يساوي اتضح لنا الطرف الأيمن والأيسر نأتي فقط نترجم الفرق يعني في ناقص طبعا هنا الآن يساوي وجدناها الفرق يعني في ناقص بين من ومن بين عشرة نكتبها في الأول لأنها ذكرت في الأول وثلاثة أمثال عدد ثلاثة أمثال عدد ما فليكن صاد ماذا يساوي سبعة عشر هذه المعادلة كيف رح تحلها عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة رح نطرح عشرة من الطرفين رح تبقى لنا ثلاثة سالب ثلاثة صاد يساوي سبعة عشر ناقص عشرة سبعة رح أقسم سالب ثلاثة سبعة عشر ناقص عشرة سبعة أقسم الطرفين على سالب ثلاثة يكون عندي صاد يساوي سالب سبعة على ثلاثة بتحقق من الحل عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة لدينا في اتصالات تتقاضى شركة اتصالات خمسة وأربعون ريالا رسوما شهرية كما تتقاضى خمسة عشر من مئة من الريال عن كل دقيقة أو جزء منها يتحدثها المتصل اكتب معادلة وحلها لإيجاد عدد الدقاق التي تحدثها متصل كانت فاتورته الشهرية مئة واثنى عشر ونصف الريال أول شي نكتب المعادلة خمسة وأربعون اشتراك شهري زائد كل دقيقة أو جزء منها خمسة عشر من مئة من الريال مضروبة في دال نسمي الدقائق دال هل نحول هنا الخمسة عشر إلى ريالات هي بالريالات مذكورة بالريالات خمسة عشر من مئة بالريالات طيب ماذا تساوي في ذلك الشهر ساوى تكمل فاتورة مئة واثنى عشر ونصف ريال ثم نحل المعادلة هذه معادلة ذات خطوتين دفعها الخطوة الأولى خمسة واربعين ريال شهريا اشتراك ثابت ثم الخطوة الثانية تحسب عدد الدقائق وتضرب في خمسة عشر من مئة من الريال اللي هي خمسة عشر ها لا لا طبعا هنا راح نطرح خمسة واربعون من الطرفين بيكون عندنا هنا خمسة عشر من مئة دال ماذا تساوي مئة واثنى عشر ونصف راح أطرح منها خمسة واربعون طبعا هنا الجزء العشري صفر أول شيء خمسة ناقص صفر خمسة ثم الفاصلة تنزل اثنين ناقص خمسة ما ينفع نستلف تصير هنا صفر وهنا اثنى عشر اثنى عشر ناقص خمسة سبعة هنا عندي صفر ناقص أربعة ما يصلح نستلف من هنا تصير صفر وهذه تصير عشرة عشرة ناقص أربعة ستة إذا راح يكون الناتج ستة وسبعين ونص الآن نقسم الطرفين على كم على خمسة عشر من مئة كم راح يكون عندي قيمة دال كم راح تكون عندي هنا الدقائق ماذا تساوي سبعة وستون ونصف نقسم خمسة عشر من مئة اللي هي أربعة ومئة وخمسون دقيقة إذا عدد الدقائق اللي تتحدثها المتصل اللي تصل فاتورته إلى مئة واثنى عشر ونصف الريال هي أربعة ومئة وخمسون دقيقة أو جزءا منها حلك المعادلة مما يأتي ثم تحقق من صحة الحل ماذا نسمي هذه المعادلة أحسنتم معادلة تتضمن متغيرات في طرفيها تتضمن متغيرات في طرفيها هل طريقتنا في حذف المتغيرات أو الأعداد تختلف عندما تكون المعادلة ذات خطوتين أو تتضمن متغيرات في طرفيها لا طبعا لكن هنا بيكون قد نضطر إلى التخلص من المتغير ثم التخلص من العدد من أحد الأطراف وقد لا نضطر إلى ذلك مثل هنا مثلا العدد عندي هنا زائد سبعة في الطرف الأيمن أتخلص مثلا من ثلاثة سين أطرح من الطرفين ثلاثة سين نطرح ثلاثة سين ناقص ثلاثة سين صفر زائد سبعة يساوي ثنين ناقص ثلاثة سين اللي هو سالب واحد سين صفر زائد سبعة سبعة زائد سالب يساوي سالب سين أوجدنا قيمة سين لا في سالب إذن نضرب الطرفين أو نقسم الطرفين على سالب واحد إذن سين رح تساوي سالب سبعة ممتاز نتحقق من صحة الحل نكتب المعادلة الأصلية ثلاثة سين زائد سبعة يساوي ثنين سين نعوض عن سين بكم أحسنتم بسالب سبعة زائد سبعة هل يساوي اثنين في سالب سبعة لما نجي نتحقق من صحة الحل لا نجزم أن الطرفين متساويين إنما نكتب المعادلة ونقول هل إذا عوضنا عن سين أو المتغير أو المجهول بالقيمة التي توصلنا إليها هل سيتتساوي الطرفين فعلا وتتحقق المعادلة أم لا إذن نضع علامة استفهام فوق المساواة ثلاثة في سالب سبعة كم؟ حسنتم سالب واحد وعشرون زائد سبعة هل هذا المقدار يساوي اثنان في سالب سبعة كم؟ حسنتم سالب أربعة عشر سالب واحد وعشرون إجمع عليه سبعة كم؟ من الأكبر بدون الإشارات القيمة المطلقة للعددين سالب واحد وعشرون وسبعة بدون إشارات الواحد وعشرون أكبر وش إشارتها؟ سالبة إذن الناتج رح يكون سالب ثم نطرح العددين من بعض الكبير نطرح منه الصغير 21 نطرح منها سبعة كم؟ أربعة عشر والطرف الثاني سالب أربعة عشر إذن هل تساوي الطرفين؟ بالفعل تساوي الطرفين إذن حلنا صحيح ممتاز رائع أيضاً ممكن نحل هذا السؤال بخطوات أخرى لأنه لا تؤثر في صحة الحل مجرد ترتيب خطوات مثل لو كتبنا المعادلة ثلاثة سين زائداً سبعة يساوي ثنين سين في الأول طرحنا ثلاثة سين من الطرفين لماذا؟ لأننا شفنا السبعة في الطرف الأيمن فقررنا تركها في الطرف الأيمن ونقل المتغيرات في الطرف الأيسر ثم اللي هو يعني تكملة الحل الآن العكس سنطرح مثلاً ثنين سين من الطرفين نطرح الصغير اللي هو اللي معاملة السين اللي معاملة صغير ثنين سين من الطرفين ثلاثة سين ناقص ثنين سين كم؟ رح يعطينا واحد سين زائد سبعة يساوي ثنين سين ناقص ثنين سين صفر الآن سبعة مع السين في الطرف الأيمن أحسنتم نطرح سبعة من الطرفين سين زائد سبعة ناقص سبعة صفر تبقى مين؟ سين يساوي صفر ناقص سبعة سالب سبعة نفس الناتج اللي حصلنا عليه مع بعض البدء بخطوات تختلف عن الحل اللي حلناه فيه الأعلى الواجب أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات سؤال ثلاثة وسبعة وثمانية وأربعة وعشرون صفحة ثمانية وسبعون ولا ننسى في ختام درسنا لهذا اليوم الرجوع إلى بوابة عين التعليمية للاستزادة والاستفادة منها شكرا جزيلا أعزائي الطلاب والطالبات